حبيب الحلوين أتمنى تكون رايقين النهاردة عشان حكايتنا المرة دي هي كمان هتبقى رايقة قوي وما فيهاش لف ودوران أولا تصدقوا فيها لف ودوران هقولكوا عليه عشان البيت اللي قدامكو دي تبقى بطلتنا فيفي وفيفي ربنا يحميها ملها شغل في اللف والدوران فيلا نشوف مين فيفي دي وحكايتها ايه بتبدأ كل حاجة من عند بطلتنا اللي بتقول إنها عندها 28 سنة ومموتها مقتنعة خلاص إنها قفلت التلاتين ومش مهتمة إنها بتشتعل ديزاين الألعاب في شركة محترمة ومرتبها هيزيد شيلن مع بداية السنة المالية وما عندهاش محتوى غير العريس يا نجيبة وللحق يا ولاد فيفي مش مساعدة خالص في الحكاية دي لأنها مقضيها روايات واتبات ويبتونز ونخلص رواية المدير والسكرتيرا نخش على ويبتون الجواز الإجباري لحد ما حياتها ما بقاش فيها تنتوفت وقعية أو بتكون كده لحد مموتها بتكلمها في الشغل زي كل يوم وبتقول لها قلبي وربي غطبانين عليك يا فيفي ياللي ما دخلتيش علي مرة وفي إيدك عريس فالبنت قعدت تفكر سانيتين كده وقالت إن الموضوع ما بقاشنا فعله مسكنات ومعلش يا مم وكل شيء اسمه نصيب وسألت نفسها يا ترى حياتي دي لو كانت رواية وأنا كنت بطلتها كنت هعمل إيه في الموضوع ده ولقيت إن الحل سهل قوي هو فيه أبسط من إنها تأجر حبيب أوالله زي ما بقول لكه كده رحت لصحبتها اللي شغالة معاها وقالت لها هاتيلي ولد من خيرة شباب دفعة قسم التمثيل هي مش ماما مصرة خلاص تستحمل بقى وفعلا صحبتها زبطت كل حاجة ورحت معاها كافية يستنوا الممثل وطول ما هي قعدة تدعي النفيفة تخفي من فوبيا الرجالة لإنها بتعملهم معاملة فوبيا الحشرات كده لحد ما باب الكافيت فتح ودخل منه شعاع ظهر من وراء الوجه الجديد شوان اللي إن شاء الله هيغطي على عصام عمري لو نفذ المهمة زي ما بيقول الكتاب المهمة قاعد معاه واتفق إنها هتأجره يعمل حبيبها قدام أهلها الثلاث تيام لحد باحتفالات راس السنة تخلص ومش هتقدر تدفع فيه أكتر من ألف جنيف اليوم ولك إنها بتأجر شليف مارينة بس الحقيقة الولد قم بدوره على أكمل وجه يعني مثلا لما شافه موميتها وقفة مع جريتها اللي عملة تغلص فيها وتعرفها على خطيب بنتها وتنفخ فيه وتقول لها عقبال فيفي راح معاها سلمه عليها وعرف نفسه على إنه حبيب فيفي والستة خلاص مش هتعرف تجيب سيرة فيفي كل ما تزهق تاني وكمال لما راح يتعشى معها هي وأهلها قاعد يقول لهم أنا أهلي متوفين وأخيرا بقالي عائلة تانية يحوطوني بحنانهم وهي هنا الحقيقة كانت هتديله أسكر على الأفوار اللي مش متفقين عليها دي بس يلا أهم حاجة إن أهلها يرضو عنه وده كان واضح قوي لدرجة إن مامتها عملت فيها حركة بيخة جدا وخدت باباها ودخلوا ينامه وقالت له البيت بيتك يا جوز بنتي مستقبلا بس المشكلة إنها قلبت قودة الديوف مخزن بالقصد وما كانش فيه حل غير إنه ينام في قودة فيفي اللي مامتها طلعت من الضفوها ومزبطوها ولا شغل الفنادق وقصدت دبسهم في بعض الدرجة إنها شالت كل المراتب عشان محدش فيهم يفكر ينام على الأرض ففضلت بنتنا محتورة ومش عارفة تعمل إيه لحد ما لقيته بيفاجئها وبيقول لها تس أوكين إنها مساوعة السرير ما فيهاش حاجة يعني وفعلاً ده اللي حصل بس اللي ما خطرش على بالها هي إنها تسحة تلاقي نفسها نايمة في حضن عادي كده فأول ما فتحت عينها قالت ما شاء الله عالجمال لحد ما خدت بالها من الوضع وصوتت سويتا سرعت الرجل وهو نايم وأم غدود يطمنها إن ما فيش حاجة حصلت بينهم وإنهم كانوا نايمين إنهم بريئ فشكرته إنه داخل في الدور قوي كده وبعتت له حسابه فقال لها إنها ممكن تأجره في أي وقت تحبه فقالت له لا هو انبرح كفاية قوي ويسكت ماما ثلاث سنين قدام فقال لها ليه هي الحلوة ناوية تقعد سنجل ثلاث سنين قالت له أيوة ما هي سنة مرتبطة بيك من غير ما خليكه تتقابله أقول لها بقى إنك سفرت ولا رحت الكتب الشمالي وسنة سيبنا بعض عشان اتخانقنا من يجيب الستاير وسنة تالتة بنسك فيها بقى من تكسر قلبي فقال لها لا دا الله يعين ماما عليكي وأول ما خرجوا من القوضة كان باباهم مستنيهم برة وقال لهم ينسوا الهبى للي امراتوا عملتهم بارح وقس فيني يا شواني يا ابن إحنا عائلة محافظة وانتهت بات من النهاردة في قوضة الديوف وأهلها فدلوا مسكين يقعد معهم كم يوم كمان فعملوا عقد جديد تتفعلوا فيه أقل وحذرتوا ما يلمساش أبدا عشان كله إلا الفيزيكال تاتش بس لو اضطروا لده هتتفعلوا الزيادة وهو شرط عليها تتحكم في مشاعرها وما تحبوش أبدا مهما حصل فما حبيتش تقوله يعني إنه واخد ألم في نفسه وهو محدش يعرفه غير الخمسة ستة اللي بتفرجوا عليه في مسرح الجامعة المهم إنه قعدته معاهم دي بقى جات عليه بخسارة عشان ما ميتها ما شاء الله بتحب تغذيه يعني وعملها تأكل فيه وهو راجل رياضي وعمل ضايت فما ينفعش يلاقي نفسه بيأكل ملازة وطابس ساعة 9 الصبح وده خلاه يتضايق ويقول لها إن عضلاته هتروح وتعب الجم هو كمان هيروح ودي كرسل أي ممثل عايز يحفظ على شكله عشان كده ده خلاها قدتها وخدها بالعافية زي ما انتوا شايفين كده عشان تعمله إن بادي وده كان عذاب بالنسبة لها عشان كان حران شوية فعمل ترزون وده خطر على عيلة المحافظة وبنت العيلة المحافظة فقالت له ما تطلبش مني عمل لك ده تاني ويا سيدي هدفع لك زيادة لو ماما أكلتك كتير بعد كده وده طبعا عشان تخلص من صياحه المستمر عشان زاد له حاجة بسيطة مش أكتر وفعلا بقيت تمنع مامتها تأكله كتير عشان هي ما عندهاش استعداد تدفع كتير بعدها بقى أبطلنا طلعوا يتمشوا وبعدين هو سبق قدامه سبهة فقابلت واحد كان معاه في جامعة زمان قاعد يتريق عليها هو وصحبه ويقولوا بناتي الدفع عيالهم بقاطلهم وهي لسه محلك سر لحد ما موسلنا الشطور طلع مرة واحدة كده حطي إيده على كتفاه وقال لهم خير يا شباب ملكم حبيبتي فحست إنه جامد قوي بالكمامة اللي مخليها غامض دي وإنه كده محدش هيقدر يدس لها على طرف تاني بس جدعانته دي بقى جت عليها بخسارة لإنه شغل بالها وفضلت تفكر في دول الليل لدرجة النهر سامته وقالت بس هو ده شكل بطل لعبة الشركة الجديدة واتصلت بصحبتها فورا وقالت لها من بكرا خلي البطل ودي صورته فصحبتها فهمت إن فيفي بدأت تتأثر بحبيبها المتأجر ونسيت تماما إنه متأجر بزيط إنها قاعدت تفضفت معيها وتقول لها من قلبها بيدق كل ما تشوفه بقت تحس بمشاعر جديدة عليها فصحبتها قالت لها فرميلي عشان إحنا مضين عقد وبلاش تورطي نفسك وتورطي الولد معيك فنامت وهي عامل حسابها تنسى الهابل اللي هي في ده خالص لحد ما لقيته في حلمها كان ناقص كمان يجيلها على حصانه الأبيض فصحي تقالت الكلام ده مش نافع بقى وانا هتجهل الأمر اللي عندنا في البدة خالص لحد ما شافته مسك الدامبلز وغلبتها قوة عضلاته باين فقعدت متنحة كده لحد ما زيق وقال لها نعارف إنه وسيم بس سنتي ممطراني وانا منبه عليكي ما تحبنيش فاللي بيحصل ده ما ينفعش فقالت له حب مين أحبك انت ده انت شبه السبيت كل اللي في دماغي ده كلام فاضي فكان عايز يشوفها قاعدة على التابلت بترسم ايه وحاول ياخده منها لو لما متها دخلت فعملوا فيها حبيبة ويا روحي يا حياتي لحد ما الستة خرجت وبعدين لقيته بيحسبها على الفيسيكال تاتش اللي حصل بينهم دلوقتي فقالت له انت كنت جينتل مبارح على فكرة مالك قلبت على الوش التاني ليه فقال لها سكوتي مش ده وش الحقيقي شوان الكيوت بتاع مبارح ده تنسيه خالص وكلام في سروك يا بنات هو بيعمل كده عشان مش عايزها تتعلق بيه انما هو وشه الحقيقي شوان الكيوت عادي ومخبع عليها المهم لما صاحبتها عرفت انه واخد منها فلوس ديادة عشان موضوع الفيسيكال تاتش ده قالت لها روحي لو خدي منه فلوسك عشان ده ما بيصدق وهينسب عليك في الآخر فاتصلت بيه وعرفت انه عنده تصوير مسلسل ومش فضي يشتغلها حبيب النهارجو فرحت له اللوكيشن وكان مسلسل تاريخي فشافته قاعد بهبت وكده في البانيو هو لا اشهر ممثل عندهم بس لحظت انه بردان جدا والمخرج عمال يعيد المشهد عشرين مرة ومحدش مهتم بالغلبان اللي بيتجمد ده فاخدته بسرعة اول ما طلع من البانيو وجدت نشفه فتوتر وبعد عنها فراحت قاعدت جنبه وقالت مسكين دي الميا تالج وانا مش فهمة ليه العذاب ده فطلع ان دوبلير بطل المسلسل اللي هو اساسا شكله اكبر منه بعشرين سنة وما ينفعش بطل اصلا بس هو المنتج بقى وبيمثل بفلوسه وهو هيطلع بقى في مكانه فقالت له ولا يهمك بكرة تبقى اشهر منه الف مرة وضربته على كتفه بيدها كده فقال لها اقع عشان دعمك ده مش هاخد منك عشر جنيه مقابل انك لمستين لا قطر خير والله فابنتنا بقى ما عجبهاش الحال ده فصاحبتها اقترحت ان التلامس بينهم يحاسبوا بعض عليه من الجلد للجلد يعني لو مسك ايديها مثلا انما لو ضربته على هدومه ما فيهاش حاجة دي وهو وافق على طول واللي اتنين صحي تاني يوم لابسين الدولاب كله عشان يتجنبوا يلمسوا بعض من الجلد للجلد بشكلهم ده خل اهلها يستغربوا فقالت لها عندي حساسية والست حلف اتخذها المستشفى وفي فيه ما كانتش عاد فتعمل ايه لولا ابننا اتدخل في الوقت المناسب وقال لها بصراحة يا طنت هي ما عندهاش حساسية وقام قيل اي حاجة عبيطة عشان ما تروحش المستشفى بس حتى دي ما عملهاش ببلاش واخد منها فلوس بدل مساعدة وقال في سره انه بيعمل ده عشان تفضل فاكراتها مموع وان الاحسن علاقتهم تنتهي بعد ما التمثيلية دي تخلص وفي دل بقى مكمل على كده زي انه يوقعها علي بالقصد عشان يقول لها لمستيني وياخد منها فلوس فمبقتش طيقاء خالص وحتى لما ممتها اكبرتها تنادي على العشاء قال لها ساعات شغل خلصت وكده اوفر تايم ولازم تدفعيه فقالت له نمجة عن عادي وثابته وخرجت بس ممتها فدلت تزن تزن لحد ما اضطرت تدفع له تاني عشان يطلع ياكل وساعتها دخلت قدتها تصوت عشان رصيدها قرب على الصفر من تحت راسه فقالت انا مش هسكت على كده وحاولت تتسحب وتدخل قدته وهو نايم عشان تاخد موبايله تبعت لنفسها فلوس فلاقيته حضانة وهو نايم وفضلت متنحل جمال بشرته لحد ما استوعبت الوضع وبعدته عنها وخرجت من القضاء بسرعة والخبيث كل ده عامل انه نايم بس هي ما يقسدش وسرقت موبايله وهو بيستحمى وعرفت انه عامل نفس الصفقة مع بنات تانية بس ما بياخدش منهم فلوس عمال على بطال كده فوجهته انها عرفت كل حاجة وسألتش معنى انا اللي مفلسني كده فقال لها عشان انت معجبة بيا وده ما ينفعش فلازم اسحب منك فلوس كل شوية عشان تعرف ان علاقتنا شغل وبس فياريت ما تتسحبش على قط تاني فقالت له لا دي هبت منك خالص وانت عايش في وهم كبير لاني لا بحبك ولا حاجة الحكاية بس ان لسنتك وعملتك بطل اللعبة بتاعت شركتي فبحتاج رأبك شوية مش اكتر يعني عشان تجيلي افكار فبلاش موخك يروح لبعيد يا شاطر بطلتنا بقى يا ولاد اهلها سافروا سابون في البيت فقال لها بصي انا كده عملت معاكل لازم وهرجع لك كل الفلوس الزيادة اللي خدتها وكده عداني العيب فهي من جواها ما كانتش عايزة يمشي بس ما كانش فيه سبب يفضل عشانه فقالت له انا باخد منك الهم للدزاين بس ما كانش شايف كلامها مقنع وصمم يمشي فشدته من ايدي جامت لحد ما ظهرها اتمزق وبقى مضطر يفضل معاها لحد ما تبقى كويسة وفي يوم كان عندها اونلاين ميتنج وفتحة الكاميرا فحبكت بقى يجيلها سلبوتة كده يقول لها نعمل ايم بادي عشان حاسسني تخنان فعملت له احلى ايم بادي قدام كل زميلها واتفضحت في ديحة قادرة تخليها تدخل ايديها في كوبس القهربة من غير ما تندم فقالت منه لله اللي فضحني وانا لازم اردهاله فكان بيكلم ابو بنت بيمثل معاها انه بيحبها وبيقول له مش هلاقي احسن من الانسة امر ربط السن والعفاف فدخلت عليه فيفي وقالت له بقى عايز تتخلى عن حبنا تنسى اشرف ابننا لا يا ابو اشرف لا فطبعا الشغلانة بازت والبنت عملت له بلوك ومش هتديه فلوسه وبسبب فيفي هيخسر كل الكلاينت بتوعه مع ان الشغلانة دي طلعت احسن من شغلانته الكمبارس بكتير فقال لا انا مش مسامحة كافيفي على الكلاينت اللي روحت فقالت له كان المفروض تفكر في العواقب قبل ما تورينا جمال عضلاتك في الميتينج بتاعي المهم بعدها حست نفسها افورت وخسرته كتير فعلا فاعتذرت له وقالت له هعوضك وانا اسف بس لازم تيجي معايا رونيون الجامع عشان الواد الرخم اللي قابلنا ده هو اللي معقبني من الرجالة ومعي يصدق يستلمني فعرفنا انه كان بيتعرض لها باستمرار وبيضيقها في الرايحة والجاية عشان كده عايزة شوان يروح معيها فقال لها اسف لا مش جاي مع حد فهي كرامتها نقحت عليها وطبعا قالت له انها مش محتجله ولا حاجة واتفقت مع صاحبتها تيجي بس تزنقت يوم الخروجة وثبتها الوحدة هناك وهي كارزمة قوي على انها تطلب مساعدة من شوان في اللحظات الاخيرة فكانتها تقوم تمشي لولا انهم زنوا عليها تلعب معاهم بس الرخم ده كان عايزها تشرب بالعافية وهنا ظهر بطنة مرة واحدة وسألهم مين هنا اللي بيضيق حبيبته وحاول يلطف الجو فالبنات انبهروا بيه وبجماله ان اخيرا فيفي دخلت عليهم بمذكر فاخدها وخرجوا يشربوا في كافيه بره ومقولكوش قد ايه شكرته انه فكر فيها وجالها ووعدته انها تحاول ما تحبوش طول ما هو بياخد منها فلوس فقال لها انه بياخد فلوس عشان يتم من صغره ولازم يصرف على نفسه ففهمت انه ما كانش بيعمل دراما قدام اهلها وانه وحيد في الدنيا بجد فبعدته ما تعملش معا مشاكل تاني وما تبقاش هي والزمن عليه وفجأة افتكرت نفسها بتحلم وبسيته مرة واحدة لما حست انه طالع لها في الحلم سري دي تاني يوم بقى سحت بطلتنا لقت نفسها نايمة في حضن والمراضي كان حران شوية وقالع التيشرت فصحته وقالت له انت تقوم تقولي حصل بيننا ايه وإلا مش هعديها على خير فقال لها لأ خالص حضرتك شربت كتير ورجعت على هدومي فعيب قوي تبقى غلطانة وتزن فيها ظن سيء وفي نص الخناء قلبها بخبط وتلعت صاحبتها وفي ايدها حبيبها الجديد وبتقولوا انهم هيقعدوا مع فيفي عشان اهلها تردوهم من البيت لما عارفوا انهم سوا ففيفي قالت لها بيت اختك يا حبيبتي ولا يهمك وكده انقعد حبيبك مع شوان في القوضة فشوان تلع يشوف مين جيه لأ نفسه عارف حبيبها واللي اتنين زمال في دفعة واحدة بس كان واضح ان اللي اتنين مش بيتقوا بعض قوي وفيفي حاولت تزبط الدنيا بينهم بالعافية وبعدها شوان راح لصاحبتها وسألها ليه ما قالتش لفيفي حقيقة حبيبها فقالت له عندي اسبابي وانت ما تفكرش نفسك عارف مصلحة فيفي لانك متأجر زي عجل المصيف كده فما تتعاملش كأنك من العيلة قوي يعني وبعد فكر تقذي صاحبتي فلما ما وصلش معها الحاجة راح لحبيبها القوضة وقال له انه دور مرها في الحس اللي عامله ده مش هيستفيد منه كتير لان تمثيله بقى في النازل ومحتاج يشتغل على نفسه فالتاني قال له ان حبيبته متقبلة زي ما هو انا طبعا مش فاهمة لسه هما بيتكلموا على ايه وحقيقة ايه اللي يقصدوها بس اكيد هيفهمونا المهم ان حبيب صاحبتها ده كان راجل اي بنت تتمناه بيقوم الصبح بدري جدا يجهز الفطار وينضى في الشقة وبيكون عامل الحاجة قبل ما هي تطلبها اساسا ده غير انه رومانسي جدا مع صاحبتها وانتو عارفين بنتنا دغطا عالي وما كانتش قادرة تستحمل الهق والمئة ده كله هو بصراحة انا كدابة هي كانت غيرانة عشان شوانا عامل فيها خيال ما قاتة في البيت ومش طالع له سوء لا بيعملها برومانسية ولا بيقوم يجيب لنفسه كباية المياه حتى وعمل لها حوار لما قالت له يعمل لها اهوة كأنها طلبت منه يديها كليته فغارت ودخلت قدتها وقالت لصحبتها انها متضايقة من تصرفاته دي يعني ده حتى لو كانت مأجراء فيعني يبقى فيه شوية دم حتى بطنة بقى اللي صرته على كل لسان كان بيسمع له من حبيب صحبتها كلمتين في المطبخ والولد قال له انا عارفك كويس وفاهم انك قصت تكرها فيك عشان ما تتعلقش بيه بس يا عزيزي احنا بنعيش مرة واحدة بس ولو حاسس بحاجة ناحيتها يبقى خليك صريح وتقول لها احسن ما تندم بعدين في الوقت ده كانت صحبتها قرأت العقد اللي بينهم وعرفت انه رجع لها كل الفلوس الزيادة اللي اخدها منها وكمان دفع هو ايجار البيت الشهر ده يبقى منين جنتل كده ومنين بيعملها بالشكل ده وهنا صحبتها كان لازم تتدخل وتعترف لها اعتراف كانت مأجلة شوية وهو ان حبيبها ده مش حبيبها حبيبها ومأجرة برضه والموضوع ده قصته طويلة اختصارها ان صحبتها وهي بتدور لها على بوي فريند على الابليكيشن حبيب للإيجار لقت الكيوت ده وقالت لا مش هيجي سكة مع فيفي وخلي لي انا وديها بقى بطويلة المغرور ده ففيفي كانت هتقوم تضربها وقالت لها خدت الولد الزوء المحترم ودبستين انا مع شوان اللي لطيقني ولطيق نفسه فصحبتها قالت لها بسيطة خالص احنا نبدل انت تاخدي حبيبي وانا اخد حبيبي قال لا مش بقول لكم بيشتروا تلاجة المهم ان فيفي رفضت الفكرة خالص وده اكت لصحبتها انها فعلا حبت شوان وبتنكر فقالت لها ما تشيلش هم وانا هخليلك شوان ده نسخة من حبيبي وان شاء الله تصحف في يوم تلقيب يخسلك السجاجيد فاتفقوا يعملوا عقد جديد ويخلوا شوان يمدي عليه لو خسر في المسابقة اللي نويين يعملوها بينه وبين حبيبها واللي المفروض هيحاولوا فيها يكسبوا حبيب صحبتها عشان بطلنا يخسر ويمدي فعلى حظهم شوان ساعيتها كان رايح قدت فيفي يعترف لها بمشاعر وسمع الكلمتين دول فاتحمق وقال انا مش تحت امرهم افضل وقت ما يحبوا وامشي وقت ما يحبوا فرح يلم هدوم وملحقش يسمع فيفي وهي بتقول لصحبتها انها مش عايزة شوان يمشي ابدا اما حبيبها فكان قاعد بيكنع شوان ما يمشيش لما عارف منه ان البنات بيحاول يخسروا ويمشوا من الجيم وقال له هيتردوك انت كمان زي ما هيتردوني فالولد قال له على فكرة بقى انا بحب صحبتها بجد ومش عايزة ضيعها مني وانت كمان بتحب فيفي يبقى نحط ايدنا في ايدين بعض ونكسبهم لصفنا فاللي حصل ان البنات جابوا العقد الجديد وصحبتها قالت بما اني علاقتي بحبيبي كله عارف انها فيك فانتو اللي اتنين مرشحين ان واحد فيك ويبقى حبيب فيفي يشوان يكمل معاها يتسيبه وتروح لك يا كيوتي حلو والكسبان هيبقى حبيبي والخسران هيبقى حبيب فيفي لان الخسران كده كده مش هيسيب البيت بس هيدفع معانا اكل وايجار فقال لها لأ انا بحب التحديات يا ستي وانا كمان معاكم وبدأوا البنات المسابقة اللي كانت عبارة عن طبخ وتنظيف ورغم ان شوان طلع اشتر من الست اللي بتساعد ماما في شغل البيت بس الكيوتي الحلوة كان اشتر في الطبخ وكده كده خبرة في كل شغل البيت ونو يجيب ويزبط للشقة كل جمعة عشان كده هو اللي كسب وشوان اضطر يمدي على العقد اللي بيفرد عليه ان يساهم في الايجار والاكل وينفذ لفيفي كل طلباتها من سكات ومن غير اعتراض وقت لها هو اللي يعمله وما يخليهاش تشيل اشايا في البيت حتى فمضى عشان هو راجل قوي وما بيخلعش في النص بس اللي حصل انه لقى نفسه مضطر يأكلها ويشربها ويعمل لها مساج كمان لقى بقى لحد المساج وستوب وقال انا راجل عندي كرامة وهلم يهدومي واطفش واسيب البيت وطبعا مش محتاجة اقول يا بنات الجملة دي هو مقتبسها من مين المهم قال الصباح رباح وعمل حسابه الصبح يطلع وياخد شنطته ويمشي على طول فبنتنا لقيته قاعد بيشرب بالليل على غير العادة فاتحشرت ويسألته ماله فقال لا انا ماشي بكرة خلاص وكفاء الحد كده وانه اساسا كان لازم يمشي من زمان هو اللي فيدي اليوماطر لانه مش معقول تقعد كل شوية تقارن بينه وبين الكيوت الحلو وبسيطة تروح له لو هو مش عاجبها لانه عمره ما هيغير من نفسه ولا يسمح انه يتقارن بحد وفلوسها كلها يرجعها لها فطبعا كلامه ده دايقها وراح اتصوت لصحبتها عشان مش عايزة يمشي ويسيبها وما بقاش يهمها يرجع لها فلوسها ولا لأ وساعتها الكيوت الحلو دخل عليهم وقال لهم سور يا بنات بس انا سمعت رعيكم من برا واسمحولي اجي احكيلكو قصة حياة شوية عشان هو مش وحش وطمع زي ما انتوا فاكرين ده كان ياتيم ملوش حد نفسه يمثل ومش لاقي وقت يشتغل ومزنوق بين الدراسة وحلم التمثيل فبقى يتأجر حبيب للبنات عشان يجمع مصاريفه ويصرف على نفسه لحد ما بنت معهم في المدرسة أجرته شهر بس ملتزمتش بالعقد وحبته بجد وبقت مهووسة به وهددته تموت نفسها لو مقلهاش بحبك يا شامق في المايك والمدرسة كلها عرفت انه شغال حبيب بالإيجار فبصوله بصة وحشة قوي وده أثر على تقديره لما جه يتخرج ومن ساعتها وهو واخد عهد على نفسه انه يمنع اي كلاين تتحبه او يحبها عشان المأساة دي ما تتكررش تاني انما هو قلبه طيب ومش جاشع وقاسي زي ما على طول بيحاول يبين وهنا فيه في قاعدة تفتكر كل مرة سعيدها فيها وانقذها من موقف محرج مع ناس رخمة ولقيت انه فعلا طيب وما يستحقش معاملة وحشة وفضلت تبص للرسمة اللي رسمتها له وتعايت من تأثورها بقصة كفاحه عشان كده رحت وراها وخارج بشنطته ودت له الرسمة اللي رسمتها له واعتذرت له عن اي سقطة فهم حصل فقال لها انه مش زعلان وان اي بنت مكانها كانت هتفضل الكيوت الحلو فقالت له انها عمرها مفكرت كده وان الاكس بتاعها هو شوين حتى لو كان اكس كده وكده وهو عجب رسمتها وفرح قوي لما قالت له انها استخدمت الرسمة للشغل وانه مصدر الهمها فما حبش يكسر بخاطرها ورجع معها البيت عادي جدا وكررت يكمل في الدور وبعدها الاحبة الاربعة راح يخيمه سوا وقعدوا يلعبوا بوتا فينجر داون وعرفنا ساعتها ان بطلنا محبش ولا ارتبط قبل كده بس الفيرست كيس بتاعته راحت خلاص فكانوا هيجننوا ويعرفوا ازاي وطبعا ما يقدرش يحكي لهم فيفي عملت فيه ايه وهي سكرونة عشان ما يكسفهاش بس لما سألوا لو حد فيهم عنده كراش دلوقتي فيفي ترددت تنزله كانت مقفوشة قوي وهو نزله على اخر لحظة وخلونا اقول ان الكيوت الحلو كل اجاباته كانت بتقول انه بيحب صاحبتها والحكاية بينهم هتكمل جد اما فيفي الفاز لوكا فحتى وهي سكرونة فاتحاله تحقيق وبتسأله مين دي اللي بسها قبل كده فقال لها انت بالذات ما تسأليش بس لما لقاها مصرة وهتخنقه ام قررها تاني بدل ما يرد عليها وبنتنا للحق يعني حبت الموضوع قوي وبسطه تاني بس لما رجع من التخييم وسحي التاني يوم افتكرت نفسها حلمة حلم استخفى الله العظيم وقالت الودة مش كويس على عقل البطن وهو يعني قاعد مستني منها اي رد فعل لحد ما باباها طبع عليهم يشوفهم عاملين ايه من غيره هو وموتها فخبوا صحابهم والكلب بتاعهم وباباها كان هيكتشف انهم عاملين بيته لوكاندا من صوت الكلب بس قدر ولطف وقال له اوهام يا بابا لحد ما مشوه وعدت على خير بس ما متها كانت نبيها وخدت بالها من شعر الكلب اللي على بنطلونه اذا في كلب دخل بيتهم وهم نايمين على ودنهم وفي يوم بقى يا ولاد بطلتنا وصحبتها سابوا شغلهم وقاعدوا يكتشفوا لعبة جديدة بيكونوا فيها حبيبات والبوي فرينت بتاعهم بيكون شخصية كرتونية جنتل جدا ففضلوا قاعدين يلعبوا لساعات طويلة وشوان والكيوت الحلو قاعدين بيتفرجوا عليهم ويتحصروا ان حت ترسمة على ورق كلت منهم الجو فالكيوت الحلو قال له يا حنه يا الودا بقصة ده وبعدها رح اقيل له ايه ده ويت ده احنا كمان بقصة صوري القلشة بوزت المهم يعني اننا لازم نشوف عجبهم في ايه ونعمله وفعلا قضوا يومهم قدام اللعبة يشوف الشخصية دي بتعامل البنات ازاي والتتصرف ازاي وسحي تاني يوم كل واحد فيهم عامل للتانية رومانسي بس رومانسيتهم كانت مريبة ومشكوك فيها يعني يا استاذ شوان دي بصات نطلب لك فيها البوليسي حبيبي مش نحبك عشان كده البنتين خلوهم يفاهموهم بيعملوا كده ليه وقاعدوا يتحكوا لما فهموا انهم بيقلدوا شخصية اللعبة فقالوا لهم لا يا حبيبي انتوا فاهمين غلط احنا بنحبوا جوه اللعبة انما تقلدكو ليه ده يوجع البطن لاننا بنحب نحس اننا كارتون زيه مش انتوا تيجوا تستمونا بالواقع فالرجالة فهموا ان البنات مش عايزين منهم غير انهم يفضلوا زي ما هم من غير افتكاسات الكيوت الحلو يفضل كيوت وحلو وبلش نظرات مريبة وشوان مايفكرش يقلد شخصيات تاني وإلا هياخد صفر في معهد السينما انما كلام البنات عن اللعبة والشخصيات خلى الولاد يقترح انهم يعملوا لعبة زيها بالزبط يكون بطلاتها بنات وواضح كده ان الفكرة دخلت دماغ فيفي وصاحبتها المهم جات رأس السنة وابطن احتفلوا في البيت مع اهل فيفي وصحابهم كانوا مستخبيين في قوضة لحد ما يمشوا وساعتها الكيوت الحلو في دليواس صاحبتها عشان افتكرت اهلها اللي طردوها ونصحها تتخلى عن كبرياءها وتصالح اهلها حتى لو ده هيخليه سيب بيت فيفي فهو هيعرف يتصرف ويلاقي مكان يعيش فيه فشكرته على اهتمامه بيها وبدأت تفكر في الموضوع ومن ساعتها واللي اتنين قلبوا علاقتهم جد وشوان بقى حاسس انه هو وفيفي اتنين طالعين معايش ده يريني محدش بقى بيفكر في اللعبة اللي اتفقوا يصمموها دول بيحبوا في بعض والتانية مقضيعة لعب ومحدش بيفكر فيه غير الكلب المسكين ده على حسب مدمغة وقالت له يعني فقعد يشتكل الكلب ويقول على فيفي مستفزة ولما قفشته مقدرش ينطق في يوم بقى صحي عادي جدا لقى صاحبتها دخل عليه وبتقوله انها عايزة في موضوع مهم بخصوص فيفي فانتبه بعد ما ما كانش مديها اهتمام وطلع الموضوع انها رهنت في في رهان وكسبته وحكمت عليها تاخد الكيوت الحلوي بقى حبيبها كم يوم يعني كده فيفي لازم تسيب شوان طبعا هو ما حبش الوضع وبان على وشه الزعل قدام فيفي وراح قعد لوحده فرحت له وقالت له ان الكيوت الحلوي هو اللي اتفازلك واخترع الرهان ده وانا متدبسة في الموضوع بس الحقيقة يا ولاد ان دي كانت خطة من صاحبتها عشان تثبت لهم انهم بيحبوا بعض فلما راحوا يتناقشوا كلهم تاني صاحبتها اقترحت ان مدام فيفي هتبقى مع الكيوت الحلو فليما تستغل الشوان ويبقى حبيبها هو كمان كم يوم بنتنا طبعا كانت فاكرها يرفض حفاظا على قرامته بس لقيته بيقولها عادي اتسوكي وبدأنا رحلة طويلة من المناكفات يعني لهو كان عاجبه معاملة الكيوت الحلو ليها وانه عايش حياته يخدم عليها ولا هي مرتاحة وهي شايفة بيأكل صاحبتها وعمل فيها رومانس وهي ما شافتش معها ربع الكلام ده فاتقمصت جامد يعني ده حتى بيعمل لصاحبتها مساج وهي بس لما بتفكر تطبطب عليه بيقول لها ايدك على عشرين جنيه كده مش فير خالص على فكرة يا كابتن فهي ما حبيتش الهق والمئ اللي بيحصل ده كله وقالت استوب الحد كده وقامت واخد صاحبتها قدتها وقالت لها يا ريد كل واحدة ترجع حبيب التانية سليم من غر خط شاية وانا عايزة شوان من فضلك ودلوقتي حالا بعيدا يعني عن تأكدهم لفكرة انهم شارين تلاجات بس صاحبتها رفضت وقالت لها ليه انا عجبني شوان وانتي اهو بدأت تغذي على الكيوت الحل ده حتى في كل الصفات اللي مش موجودة في شوان فقالت لها شوان صحيح بارد وتنح ومغرور ومش هم حاجة غير الفلوس بس هوانة فقرية يا ستي وعايزة المغرور وبعدها سألتها ازاي اصلا عارفت تسيطر على غروره لدرجة انه يأكلها عادي يا طرى دفعت له كتير وهو ما بيحبش حاجة قد الفلوس ولا هددته فخاف على حياته اصل مستحيل يبقى زي الخاتم في صبعها فجأة كده وهنا صاحبتها قالت لها يا فيفي يا بنتي الرجالة دول شبه السلصال وانتي عليك بس تشكلهم زي ما تحبي وكفاية تتحكف وشهم والعلمك بقى شوان ده طلع خفيف قوي وكسبته في صفي وبقى بتاعي خلاص فالكلمة عصبت فيفي واصرت ان ده كلام فارغ لان شوان حبيبها هي وبس وفي اللحظة دي كل شيء بان ولقيت شوان واقف قدام القودة مع الكيوت الحلو واكتشفت خلاص ان صاحبتها والولدين كل ده كانوا عاملين لها كمين وان صاحبتها لما رحت لشوان قدت وكانت بتتفق معاه على خطة يعملوها ويخلوا فيفي تعترف بلسانها انها بتحبه وبصراحة الولد في الاول كان متردد عشان ما توقعش فيفي كون بتحبه زي ما هو بيحبها فصاحبتها قالت له يا جا دا عادي بتموت فيك هي بس صاحبتي كاتوما شويتين ولو تلاحظ يعني هي متعقدة من الرجالة وانت الراجل الوحيد اللي كانت بتتعامل معاه عادي فده ملوش معنى غير انها بتحبك وحسة معاك بالامان فانا عايزاكو ترتبطو بجد ونفرح كلنا فخلاص بقى ما كانش لقي حاجة تانية يقولها ودخل معاها هي والكيوت الحلو في المقلب اللي عملوه على فيفي اللي يا حبيبتي على ما جات تستوعب وتسأله لو كان فعلا بيحبها زي ما بتحبه كانت مامتها جات البيت فجأة عشان سمعت من جرتها ان فيه كلب فكلهم استخبوا قبل ما الست تقفشهم وابطلنا لقوا نفسهم في الدولاب فجأة من التوتر مع انهم كان ممكن يقابلوا مامتها عادي وطنتي ما شاء الله خبرة وخدت بالها ان فيه جزم كتير على الباب يعني البيت ما فيهش بنتها وحبيبها بس فقفشتهم كلهم وقعدتهم قدامها على الارض هما والكلب الغلبان واتصلت بجزها يجي يشوف بنته اللي فتحت البيت للي يسوى واللي ما يسواش ولمتوا انه مركزش اخر مرة ويسابهم يضحكوا عليه وقعدت مع كل واحد فيهم لوحده تعرف منه اللي بيحصل صاحبتها قالت لها والله يا طنتا نسايبه اهلي عشان مش موافقين على حبيبك منه اصغر مني فطنتا قالت لها انا عارفة كويس انه مش حبيبك وانتي بنته ماينفعش تبقى مع راجل غريب في مكان واحد ولازم تصالح اهلك مهما حصل وبعدها قالت اللي بعده وقعدت مع الكيوت الحلو وقالت له ماينفعش تفضل رايح جايه مع البنت كده وانا عارفة انك مش حبيبها فقال لها لا يا طنتمه انا حبيتها فعلا وقررت اسيب اابليكيشن حبيب للاجوار واشتغل شعلانة كويسة وشرفها قدام اهلها فالستة كان هيجيلها جلطة اول ما فهمت ان صاحبة بنتها مؤجرة حبيب وده معنا ان فيفي عملت فيها نفس المقلب فسابتها للاخر واندت شوان اللي كانت عارفة من جواها انه بيحب بنتها فعلا فما جابت لهش سيرت انها عرفت وقعدت تفرجه على صور فيفي وهي صغيرة وهو كلمها عن عقدة بنتها وقال لها نمعيها لحد ما تتخطى ده حتى لو كانتها تحتاج علاج نفسي عشان تخلص من الترومة دي واخيرا جهت دورة على فيفي اللي سمعت وصل التهذيق عشان تحرم تضحك على اهلها وتوصل بها الجرأة انها تأجر حبيب من عن نت مع اني محدش ضغط عليها في موضوع الارتباط يظهر ان تنت بتنسى بسرعة او دي بوادر زهايمر فاحنا هنعمل كأننا ما سمعناش حاجة المهم مومتها قالت البنات يفضلوا والولاد من بكرة الصبح يلموا هدومهم ويمشوا وهي حجزت لهم في فندو عشان تعوضهم على الهبل اللي البنات ورطوهم فيه وقالت قدامهم كلهم انها عرفت خلاص حوار حبيب للاجار وشكرا لكرم اخلاقك يا شوان بس في في من بكرة هتنزل تقابل عريس جديد دكتور محترم وعنده شقة وعربية وقال في واحدة تتمنيه اوعى تكونوا فاكرين تنت اصدقى تضغط عليها المرة دي اطلاقا دي الست اتفقت مع جوزها وعملت الفيلم ده عشان تشوف شوان هياخد موقف ولا هيفضل مقضيها نظرات وهو بصراحة الحد دلوقتي مقضيها نظرات بس عشان كده في في كانت قعدة زعلانة وبتقول لصاحبتها انها كانت مستنية منه رد فعل قدام ميتها بس هو دلوقتي هيمشي وهي خلاص تعودت على وجوده ومش عايزها يمشي وسألتها لو كانت هي كمان مش عايزة الكيوت الحلوي يمشي فقالت لها براحته هو اصلا مش فارق لي انما دي ما كانتش الحقيقة لانه لو ما كانش فارق لها ما كانتش خدته معها لما اهلها طردوها وده ملوش غير معنى واحد وهو انها بتحبه وتنكر فاول ما الولد تشجع ورح قال لها انا بحبك ومستعد عيش معاك في اي مكان تختاري وكل راجل يستهلك قبلت مشاعره على طول وفتحت له قلبها عشان الانكار عمره ما كان حل خبطانة لما عرف بالموقف البطولي اللي عمله صاحبه قال لي يروحه وكمان يعترف يمكن تضرب معاه بس لما جيه يدخل لفيفي من البلكونة لأهم دمعه فدمعه هو كمان وما كانش هايين عليه سيبها انما خافه قدها نظرات برضو وسبها ومشي رغم انه كان باين عليه عايز يقول حاجة خليك خليك كده بطيق لحد ما الدكتور يخدها ديت قدامك في كافيتيريا في المستشفى المهم تاني يوم صحي لم هدومه وفدل مستنى التاكسي وشاف مامتها بتقولها تلبس عشان تلحق الديت وبرضو مداش ريأكشن فاهلاه ما بقوش عارفين يعملوا ايه في الواد لما بيتحركش ده لحد ما فدلوا يقولوا المطعم في كيلو متين وسبعين ففهم انهم قصدين يساعدوه فشكرهم وراح الاهناك يلحق فيه في اللي وقتها كانت نزلت اصلا وراح تقابلت الدكتور بس طول الوقت ما كانش على بالها غير شوان وعملت تفتكر كلام كان بيقوله لها ومسك نفسها عشان ما تعيطش لحد ما لقيته قدامها بيعتزر للعريس وبيقول له سوري والله اصل العروسة ما طلعتش سنجل وخدها من ايديها ومشي هيا بقى تمشي من سكات لا طبعا لازم اسئلة فسألته ليه مصمم ياخدها ويمشي قال لها مش هقولك دلوقتي بس هجيلك البيت بعدين وهقولك كل حاجة وراح لأهلها اللي كانوا بيرقبوا اللي بيحصل وقال لهم انا يتيم من صغري ولما دخلت بيتكو حستكو اهلي فانا مش بحب بنتكو بس لا انا بحبكو انتو كمان ولو على ابل كيشن حبيب للاجار فانا مساحته خالص ومش هبقى حبيب حد غرفيفي بعد كده فلو تقبلوا ان اكون ابنكو ويبقى جميل مش هنسل عمر كله فقالوا له اهلا بك فعلتنا يا حبيبي وكده بقى معا وسطا يرجع البيت تاني لبطلتنا ويقول لها ان المرة دي مشاعره حقيقية وبيحبها فعلا وانها حبيبته الوحيدة وقطر خيره يعني قال لها من هنا ورايح مفيش فلوس على الفيزيكال تاتش ما هم سوا بجد بقى وبيمر شوية وقته وابطلنا بيسيبوا بيت اهلها وبيكرروا يعيشوا لوحدهم وبطلتنا بتفضل وقفة وراه وبتحضر تدريبات المسرح بتاعته لانها وثقة في موهبته وهو خلاص بقى يقول شطابنا لأي بنت تتصل بيه وتطلب تأجره حبيب عشان دلوقتي بقى عنده حبيبة واحدة وما ينفعش يكون مع حد غيرها حتى لو كده وكده وصحابهم كمان حياتهم بقت مستقرة وبقوا مبسوطين سوا وتنتمامتها اخيرا ما بقتش تضغط عليها وتلاهت في اكاونت التيك توك اللي عملته وبقت مقضيها لايفات وفي نهاية مسلسلنا شوان اخيرا بيستوعب ان في حاجة نقصة وبيطلب ايد فيفي في جو رومانسي جميل وهي بتفتكر ان الرجل الوحيد اللي لفت نظرها وخلى قلبها يدق ودي حاجة ما بتحصلش كتير يعني فوافقت على طول لانها متأكدة انها مش بتحب حد زي ما حبته وخلصت حكايتهم بنهاية سعيدة هم نفسهم مكانوش متوقعينها فلو حبته الملخص ونهايته ما تنسوش تقولونا رأيكو فيه في الكومنت وقولونا كمان لو عندكو الفرصة تعملوا الحركة المجنونة دي واتأجروا حبيب هتعملوا كده ولا لا انما ده طبعا بعد ما تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان ما تفوتكوش ملخصاتنا الحلوة ويه سلام